شهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للمشاركة في سباق كأس خدم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل لمسافة 120 كم الذي سيقام تحت شعار كأس الفرسان بمحافظة العلاب المملكة العربية السعودية الشقيقة بمشاركة كبيرة من الفرسان من مختلف دول العالم والتقاسموه بفرسان الفريق المشاركين في السباق وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن كأس خدم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل يعتبر أيقونة البطولات العالمية الكبرى التي تحظى بمنافسة قوية ومشاركة واسعة خصوصا أنه يحمل اسم قائد الأمة الإسلامية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن الفريق الملكي حرص على التواجد في النسخة الأولى من البطولة قبل ثلاث سنوات تأكيدا على حرص المملكة في التواجد في البطولات الكبرى مبينا سموه أن هذه المشاركة تجسد العلاقة المتينة التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وأوضح سموه أن هذه المشاركة لها مكانتها الخاصة لدى جميع المشاركين ومن المؤكد أن تشهد منافسة قوية ومثيرة بعد أن نجحت اللجنة المنظمة بتنظيم مثالي للمطولات السابقة ووفرت سبل الراحة للفرسان وهو ما يزيد من طابع الحماس والرغبة في تحقيق النتائج الإيجابية وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تمنياته للفريق الملكي بالتوفيق والنجاح في هذه المشاركة وتحقيق أفضل النتائج إضافة إلى كسب الأهداف التي وضعها الفريق من أجل السعي لتحقيقها مبديا سموه ثقته الكبيرة بقدرات فرسان الفريق في تحقيق النتائج الإيجابية وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لدينا الثقة العالية بالقدرات السعودية بتنظيم مثالي للسباق ونحن على ثقة بأن السباق سيكون ناجحا بعد أن كانت السباقات الماضية مثالا للتحدي والإصرار وإخراج البطولة بأفضل مستوى تنظيمي ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح هذا وقيم الفحص البيطري للسباق الرئيسي لمسافة 120 كيلو متر في قرية البطولة بإشراف لجنة الحكام وسوف يشارك الفريق الملكي بخمسة فرسان هم رائد محمود وعبد الرحمن الزايد وعثمان العوضي ومحمد عبدالصمد البستقي وعيسى جمال السندي موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة